موسيقى ازاي كبا فميت ما عارف؟ بيكون عندك الشغف انك توصل للمرحلة اللي تخليك مصدق الوهم بكل تفاصيله تقريبا عشان بس ما تتصدمش بالحقيقة بالأخص كمان بالأخص كمان لو الحقيقة دي هتخليك تشوفها الدين تقدام نفسك ولا حاجة وتقريبا هو ده الشعور اللي أنا حسيته ما كنتش قادر أتكلم أو أقوله بس دلوقتي لازم الموضوع يتفتح عشان الموضوع دلوقتي ما بقاش مجرد شعور بالنسبة لي أو أو حدث خاص بي الموضوع أكبر من كده باختصاره من غير مقدمات تانية ما كانش عندي أي فكرة عن المادة أو إيه اللي المفروض أعمله للمادة دي بحكم أن أنا ما ذكرتهاش ولا رحت لها أي سيكشن أو محاضرة طول التالب كان أكتر عذاب بالنسبة لي أن الدكتور يطلب مننا أن نحن نعمل مجموعات يوميا لمدة شهر وانتابع تطورات بعض النباتات وانكتب التقارير وملاحظاتنا وكلام ده كله هيكون عليه درجات العملي والشفوي عمل السنة طبعا دورت على أي حد يساعدني في المهمة ديت وتقريبا كان كله خلاص عمل مجموعات ونظم نفسه ومكانش فاضل غيري أنا وأحمد بالمناسبة أنا وحيد ده اسمي وحالتي طالب في قليت زراعة لا أظهر لسه في سنة أولى تقدر تقول ما عنديش أي علاقات من أي أنواع خاصة بالكلية أو حتى براها وفي زي سنة ده اضطريت أن أكتب لك أو ببساطة أجور أعمل شخصية خيالية من دماغي وأكتب لها كل محتاجة أن أتكلم مع حد بحكم أن مفيش حد يسمعني بحكم أني على طول لوحدي وخترت أن اسمك يكون على اسم شخصية من اللي بحب أقرأ عنه في الكتب الأديمة والروايات زي ما تقول كده كلامي دبش حبتين خاصة أن والدتي ميتة والدي مسافر دايما أو عند مرضه التانية أو سايب أخوي الصغير معايا أصغر مني بسنتين عمرنا معرفنا نتكلم مع بعض أصلا المهم أرجع لموضوعي أحمد أحمد كان شخصية معرفة في الكلية أنه أكتر حد ممكن التريق على كل حاجة حواليه وأي حد ما عندوش شلة مستقر فيها شوية معدول وشوية معدول وده اللي مخلي عنده شعبية كبيرة في الكلية وساعات برضه بشوفه قاعد لوحده بيقطع عن الناس كلها لكن ما كانش ينفع أن أنا ماشتركش مع حد في المشروع ده بس المرة دي كان هو لوحده مش أقولك بقى أني اخترته عشان هو كويس ويساعدني أو أي حاجة لا أنا بس اخترته عشان ما كانش فيه حد وروحت لو قلتلوني مش لاقي حد معايا عامل معايا المشروع اللي الدكتور طالبه فبصي لي كده شوية وقال لي طيب هبقى أكلمك مش أنا معايا نمريتك طب سلام سلام هكلمك ممكن أقولك أنه يسبني وماشى حسيت أنه مش هايز يتكلمني أصلاً أو اشترك معايا في حاجة مش هقولك أنه زهلت أن حد أكلمني بالطريقة دي بس زهلت أنه ممكن قوي درجات المشروع ده ما عرفش أخدها زي ما قلتلك أنا ما عرفش حاجة عن المدة دي فطبيعي مكنش هارف أكتب ايه حد ما روحت أخي كان في البيت راجع من الدرس بتاعه كالعادة والدي ما كانش موجود دخلت قطي وقفلت علي الباب ودي أتفكر هعمل ايه في المصيبة اللي أنا فيها دي تاني يوم كان محاضرة المدة دي يوم الثلاث ليه ليتا طبعاً حاول تفتح الكتاب بتاعها وأقراها وأحاول أفهم أي حاجة عشان أكون فاهم بس أنا هعمل ايه في المشروع ده المفروض لكن كل ما أبدأ أذاكر في حاجة جواية بتخليني أكسل أسيبها أنام شوية أو أروح لحاجة من أكتر الحاجات اللي كانت بتصبرني على الدنيا كلها هيا الكتب إيه إيه يا؟ لكن موضوع المشروع والتاني يوم الصبح ده كان مؤثر عليها جداً لدرجة إني حتى معرفت شمس الكوالا كتاب ونمت تاني يوم روحت الجامعة بس أنا رايح المرة دي كان في حاجة غريبة شوية كانت في البداية ما أخذتش بالي ما أنا هعارف إحنا مش بنركز في كل تفاصيل بتحصل معانا في اليوم يعني بس الظروف اللي حصلت بعد كده خليتني أركز في كل حاجة إيه اللي شفت وقتها وما انتبهتش لي أو مركزتش معاها هو رجل الرجل كان واقف قدام الكلية بتاعتنا بس بعيد شوية الرجل لابس هدوم عادية كده واقف عادي مش بيعمل أي حاجة هو واقف بس بصص على الكلية وبصص على الطلاب ومداخلين علي أنا كمان وعلى البوابة وعلى الحرس وعلى أي حد واقف الرجل عجوز كده كان واقف ولابس طاقية طاقية يدوب بس من الدراء أو الحتة من دماغه لكن بقي وش باين في الشمس عجوز هو راجل عجوز ده اللي كان باين عليه كان أقرع تقريبا معندوش شعر بس غريب جدا في وراجل ده ان على قد سنه كبير على قد ما كان جسمه ضخماوي كان جسمه قوي شديد كان كتافه عريضة وواقف باصص بيعملش أي حاجة وما قفتش أبص عليه أكيد يعني أنا دخلت جوه كلية قعدت أدور على أحمد شوية في المدرجات كان واضح انه كان قاد مع زميله بس في نفس الوقت هو منفصل شوية عنهم زي ما قلت انه هو مليوش شلة محددة لقيته كمان كان فتح الموبايل بتاعه وموت دماغه عليه ومركز فيه جدا كأنه بقرع حاجة أو بيكلم حد عامل انه هو مهتم بحاجة يعني من غير كلام كتير رحت أعدت جنبه من حد ما انتباه ليه وسلم عليا والدكتور دخل زي ما قلت لكن دي تقريبا كان التاني مخاضر عليها من أول الترم في المادة دي وإحنا الساعتها كنا في نص الترم اللي كان بيخلين نروح بالعافية إن بدأ ينزل أسماء للناس اللي ممكن جدا يتحرموا من الامتحانات بتاعت المادة لأنهم ما بيحتوروش ساكاشن فالطاردة حضر للاتنين والثلاث كمان للمهم ما كنتش عارف أجمع أي معلومة طبعا نص المحاضرة طارت والنص التاني ما كانش بيتكلم أصلا عن المفروض أعمله في التقرير اللي هسلمه للدكتور بما إن أحنا مش عايز أعمل التقرير معايا وكل مرة لقيه بيسيبني ويمشي بيحاول يتهرب مني روحت البيت نفس الروتيني اليومي أخوي يا جا متأخر وأنا قريت وقلت أعد أدور شوية عن نت على نبات يكون سهل في التقرير بتاعه معلومات صغيرة عن كم نبات كده وقفلت ونمت من الليلة دي قررت إن أحاول أعمل أي تغييرات وأكتبها في الريبورت حتى لو هكتب إن ما حصلش حاجة أو تغييرات للنبات بس كان لازم أتحرك لإن الوقت كان بيضيع وأنا فعلا معملت شوية لكلمة في التقرير تاني يوم تاني يوم كان عندي محاضرة كيميا وبعدها سيكشن حضرت المحاضرة وسبت السيكشن وروحت المزرعة المزرعة دي مكان صغير كده كان بالكلاب بتاعتنا بيكون مليان نباتات هو ده ممكن قولك المكان اللي بنروح عشان ندور على الحاجة زي كده هناك مكان عامل زي المعمل كده بنستخدمه في التقارير اللي زي دي لما دخلت فضلت أدور على أي نوع نبات كنت محتقر شوية لكن أكتر نبات كان مكتوب عنه في المقال هو العنب كانت أول مرة نزل المزرعة ولما روحت العنب شكله خدني بصراحة خاصة إن هو بيتزرع أو بيتحط على شكل حرف T اللي كان بالنسبة لي شبه شخص مقتول أو متعلق خفت اليوم ده خفت ومشيت ملحيتش حتى أعود واشوف أو ألاحظ أو أقرر كنت خايف بشكل مش طبيعي ما عرفش بقى من العينة بقى وغيره بس كنت خايف وأنا ماشي سمعت شوط خبط تحتية باصيت على الأرض ملقيتش حاجة بس كنت متأكد إن في حاجة خبطت في رجلية المشهد كان بالنسبة لي يخوف المزرعة كانت فضية تماما عديت كل حاجة وروحت البيت من خوفي يوم الخميس يوم الخميس ده كان عندنا محاضرة الكيمياء كالعادة وكان وراها سيكشن تخيلة بفمت إن أحمد هو اللي جالي المرادي الشكله كان مرهق تعبان وشه كان شاحي بشوية لبسه مطرب ومش ده أحمد اللي أنا متعود عليه أو العادي ما سألته بصراحة ومحبيتش أتقل عن إيه سبته هو بنفسه اللي بتطيك كلام في موضوع التقارير قال لي إذا كنت عملته أو لسه وإنه عايز يعمله معايا يعني استغربت شوية إن أحمد هو بنفسه اللي جاي بيطلب حاجة زي كده بس طبعا على طول وفقت ومحضرنش الستيكشن التاني ونزلنا على المزرعة على طول المزرعة كانت فاضية تماما محدش فيها حتى الحارس دخلنا وفضلنا ماشين شوية نديت على العامل أو الحارس اللي موجود لكن ما حدش رد نديت تاني وفضلت أدور أنا وأحمد عليه لكن مكانش موجود أحمد كان متخشب بشكل مش طبيعي مش عارف ليه شكله كان يخوف لحد ما أحمد قال لي إن هو هيروح يسأل عنه تاني بس بره وخرج وسبني لما خرج من المزرعة أنا قلت هدور جوا بنفسي يمكن واحد معي ما كنتش مركز وفضلت أماشي أعمال أبص يمين وشمال ونجع الراجل حد ما لقيته لقيت الراجل فعلا لقيت الراجل مقتول مقتول متعلق على العنب زي ما يكون مصلوب بالظبط وفو تحته مكتوب حاجة غريبة قوي كان فيه رسالة تحته مكتوب واحد زي الثلاثة يساوي صفر البداية ما انتبهتش لقية رسالة ساعتها أو أي حاجة غير طبعا النجريت فضلت أنادي على أحمد اللي كان جاي ودخل على المزرعة وبيقول لي ما لقيتش حد بره لطول الحارس الحارس مات الحارس مات وفي تحكير سالة غريبة قال لي مات جار معي شوية لحد ما دخل جوا عند العنب بس ما لقيتش حد حتى الرسالة اللي كانت موجودة مكنش لقيينها قال لي مقتول ههو يا سيدي فين؟ فين؟ فين ميت وفين الرسالة اللي بتقول عليها قعدت أحلفله وقولله والله كان هنا ما عرفش اختفارح فين قالت لقيك بس ما نمتش عادي مش مشكلة قلت له ما نمتش ما نمتش ايه بقولك أنا شفت واحد كان ميت طب الحارس فين لو ما كانش تقتل قل لي ممكن يكون بيقضي مصالح ما تخدش في بالك من الناس قوي كده يعني مش مشكلة خلينا بس نشوف التقرير اللي احنا عايزون ده ونروح وفعلاً كتبنا التقرير بالقدر اللي احنا قدرنا نوصله من الملحظات كنت بكتبه وأنا مفيش جزء الجسمي مش بيترعش كنت مرعوب من اللي شفته اكتر حاجة شددتني قوي ان كان فيه نبتة معينة غير اخوتها اوراقها كانت صفرة كده و حتى السمار بتاعتها كانت طرحة غير اخوتها وفي موسم غير الموسم بتاعها وشكلها غريب تحس انها كانت فزدة كده ما انتبهت لهاش قوي وما ركزتش فيها لان اللي انا كنت فيه كان اكبر بكتير من ان انا قاعد اركز مع نبتة وروحت ورجعت البيت ونمت عشان اشوف واحد من اغرب الاحلام واحد من اغرب الاحلام اللي شفتها لحد النهاردة كان كلقاتي بالظبط كنت في المزرعة بالليل لوحدي ماشي في طريق طويل وفيه صوت من ورايا صوت حد صوت حد بيمشي بسيط ورايا لقيت شخصا ملامحه مش مش مميزة قوي وشه فيه تخن بسيط كده وقرع شعر حواجبه كان كسيف قوي عينه كبيرة شوية لا تعرف هو بيضحك ولا بيكشر الشخص ده كان لابس زي كلابية السودة طويل عليه وهو اصلا كان طويل وضخم شكله كان يخوف وقفته وهو فضل بسيط لي شوية وانا مش عارف مش عارف بيضهر على ايه الاغرب ان الرجل ده كان ماشي بضهره يعني بسيط ليه وبيتحرك بضهره وبيبص ليه وملامحه باردة جدا مفيش على بشه اي مشاعر لحد ما قفنا عند شجرة التفاح قال لي احفر وفعلا بدأت الحفر في المكان اللي شوالي عليه ولكن وانا بحفر لقيت زي راز بينا من التراب شعر الشعر بني ادم قعدت احفر كمان لحد ما لقيته الحارس مسك معايا الجثة وساعدني ان احنا نطلعها من تحت الارض لكن وهو بساعدني كان فيه شارع على ظهره وقع جنبنا وفعلا بعد ما طلعناها بعد تعب قال لي كلام لحد النهاردة لسه فكره هيجي بمزاجك او غصب عنك هيجي وهينفذ وما فيش حد هيقدر يقف قدامه الساعتها انا سمعت منه الكلام ده وانا واقف ما كنتش عارف اقوله ايه ومين ده اللي هيجي وهيعمل ايه ومين اللي مش عارف يوقفه ومين ده اصلا ما كنتش فاهم طبعا اصد ولا فاهم اي حاجة وصحت من النم فجوع على صوت خبط تحت السرير عندي حاجة كانت عملت خبط تحت السرير عندي حلم زي اللي انا شفته وحالة زي اللي انا فيها من نساة ما شفت الجادعة اللي مادة يعني ما كانش المفروض اني اصحى على صوت خبط تحت السرير خالص لا وكمان كنت ساعة خمسة الفجر واحنا في الدور الارضي قمت قعدت على السرير لكني كنت متنصمر طبعا خمس دايق عدو الخبط كان وقف حوالي دقيقة ورجع تاني ما كانش قدامي غير ان ابصت تحت السرير عشان اشوف اللي بيخبط ده لكن اخدت بالي من حاجة وانا بتحرك اني لابس هدوم الخروج او انا قمت لابست هدوم خروجي امتا وبعدين هي امطربة ليه كده ما اصلا اكيد انا اكيد انا اكيد انا كنت بحلم اللي انا كنت فيه ده اكيد كان حلم ما انت بتقوليش ان انا نزلت وروحت المزرعة بتاعتنا و وطلعت الحرس من البتوق لا اكيد فيه حاجة غلط اكيد فيه حاجة غلط انا مش فاهمها مبست تحت السرير لقيت انه مفيش حاجة مفيش اي مصدر لسوط الخط غير حاجة واحدة بس الشال الشال الاسود اللي واقع من على ظهر الراجل واحنا في الحلد دعني ايه انا مش فاهم اي حاجة من الرعب اللي كنت فيه ساعتها نطيت من على السرير كده واقعدت في ركني من اركان القوضة مع نفسي قلت ان هفضل قاعد مش هتحرك لحد من فجري قدم بقى لكن وانا قاعد الخبط راجع تاني لكن الخبط المرة دي من كانش تحت السرير الخبط المرة دي كان على باب القوضة بتاعتي وبدأ الخبط مرة واثنين وثلاثة والخبط الشغال ما بيهداش لحد اما سجد ورجع يخبط من تاني طبع من الرعوب انا ما قمتش افتح انا سبت الباب يخبط براحته بس اول حاجة عملتها ان انا شدت موبايلي بسرعة وشغلت الفلاشة اللي فيه اتفتح الباب بمجرد بس الباب يتحرك من مكانه وانا نطيت وقمت لكن لقيت اخويا لقيت اخويا بيقولي انت صاحي لو صاحي اطلع صلي احسن ما تفضل قاعد كده وبعدين انت انت هدومك مالها عاملة كده لانت لبستي امتا ودومك مترابة ليه كده قلت له بولك سيبني في حالي سيبني في حالي دلوقتي ماشي سيبك في حالك ماشي سيبك في حالك مش مشكلة انا غلطة ان انا جيت صحيطك يعني وماشى ممكن اقولك ان الموقف ده كان اكتر موقف نشف يريقي خليني معرفش انام طبعا لحد صارت الجمعة وبعد الصلاة نمت نمت حاولي ساعتين مش كتير صحيت على نفسها الخبط تحت السرير خبط زي ما يكون فيه حاجة عاوزة تطلع زي ما يكون فيه حد محبوس وصايبه بس انا في العادي مش بحط حاجة تحت السرير غير مثلا المذكرات اللي باكتف فيها اللي باكلمك فيها دلوقتي كم صندوق حاجة بسيطة مش حاجة تطلع صوت مش حاجة كمان يكون فيها صوت خط الساعة كانت حاولي ثلاثة العصر بصت تحت السرير تاني لكني مالقتش حاجة ما كانش فيه غير نفس الشال اللي ما عرفش كنت حطيته فين قمت بسرعة شادت الشال ده من تحت السرير ورحت نحتي الزبالة ورميته ورجعت عادت على مكتبي وقفلت الباب وبدأت أبايد الحاجات اللي احنا كنا واخدينها في التقرير النباتات اللي احنا كنا واخدينها كنا بنغير ألوانها وانتبيضها كنت متفق مع احمد ان انا اللي هبايد الحاجات دي وهو اللي هيكتب وانحنا عشان كنا عاملين فعلا جزء من التقرير فكان فيه ورق قدامي احمد كنكاتب فيه بس خط احمد تقريبا كان بيكتب بسرعة او بيترعش الخط بتاع مش مظبوط شوية عشان كنت افتحت الفيس وقعت تدور عليه لكن ما كنتش تلاقيه بصراحة ودخلت على جروب الدفع اللي مش بدخله اصلا فضلت تدور عليه هنا وهنا مالقيتهوش قفلت الفيس وحاولت انام تاني بس عارف لما صوت عقلك يكون اعلى من صوت القرآن اللي انت مشغله دماغي بتقول لي كلمة واحدة بس ما تقراش الرسالة ما تقراش الرسالة لو قررت هيجي لو قررت هيجي ما تقرهاش انا انا عادي في نومي اني ممكن انام ست ساعات ده لو مرهق لو اقل من كده طبيعي اني هفضل تعبان طول اليوم الليوم ده حاولت انام من كدر التعب قمت اقالف في المحضرات شوية لكن لقيت ان انا مش قادر ونمت صحيت على نفس السوت الخبط الساعة كانت كام الساعة كانت ثلاثة ثلاثة يعني نمت ساعتين بس نفس الشل اسود اللي انا متأكد ان هو موجود في الزبالة تحت السرير ساعتها بقى قمت من على السرير وتخرجت بره على قضة اخوية لقيت وناي وقلت له لأ انت تقوم وتصحالي ازاي حاجة زي كانت تطلع من الزبالة وبتحطها في قطي ليه لقيت اخوية بدأ ايه مسحيني وهو لسح من النوم وقال لي في ايه في ايه يا ابني انا كنت طول اليوم مع ابوك بره ولسه راجعين الشال ايه ده اللي بتتكلم عليه سبت وروحت للمطبخ وقاول مدخلت لقيت ان كيس الزبالة بتاع المطبخ فعلا مقفول ومربوط يعني حتى اخوية لو عايزي تطلعوا من الزبالة مش هيعرف رجعت قطي وشغلت القرآن وفضلت قاعد بالفكر للفجر معرفتش هرام طبعا لحد الصبح ورغم ان ما كانش عندي ايه محاضرات او سكاشين يوميها اللي كاني روحت الكلية وانا دخل الكلية كده ما كنت شاف قدامي طبعا عشان ما نمتش كويس ويقلق اللي انا فيه فيه حد خبط فيها جامد بدرجة ان هو كان هيوقعني كاني خبط في حيطة ماشية كان الشخص بس الشخص كان طويل وعريض كده ومداري وشه ولبست ايه على دماء قلت له لو سمحت انت ما تاخد بالك انت ماشي الراجل بصيري قوي في عينها كده وفضل ساكت وقال لي لامه اخذة ولف وماشى مين ده ده نفس الراجل العجوز اللي شفت اوقف قبل كده قدام الكلية من فترة يعني استغربت مين الراجل ده وبيعمليه هنا ومين ده اصلا لكن اللي كان في دماء غي كان اهم دلوقتي ودخلت على المزرع على طول لقيتها مقفولة وفيه تجمع حواليها من الدفعة بتاعتنا وسمعت فيه اتنين بيتكلموا بيقولوا انه هم لقوا جسد الحارس جوه عند شجرة التفاح شجرة التفاح الحارس ثانية واحدة يعني كل ده انا فيه دوت ما كانش حلم كان حقيقة وقفت لحظة مع نفسي وانا مش عارف انتبه لأي حاجة حواليها كانت مغي فصلت اللي هفوت شوية في كلية وانا سرحان مستاني للمزرعة التفضى واللي فيها يمشو كل الدوشة دي تنتهي وفعلا المزرعة فضيت بعد حوالي ساعة ونص كانت تقريبا كل الهجة اللي فيها خلصت انتهيت الناس كلها ماشيوا دخلت ومحدش واخت باله فضلت ادور على العنب وروحت له نفس النبتة اللي كان شكلها غريب بتاعت العنب ديت فضلت واقف قدامها وبحاول ألاحظ فيها اي حاجة جديدة لكني لقيت نفس النبتة الغريبة اللي كنت شفتها قبل كده في واحدة من سمرها وقعت على الارض مش موجودة كأن حد جاء قطف منها ومشى لقيت ان فيش حاجة جديدة في العنب ونفس اللي انا كتبته وهو نفس اللي قدامي فحبيت روح عند شجرة التفاح وشوف اي حاجة ممكن عليها هناك وروحت لكن ياريتني ما روحت لقيت تحت الشجرة فيه دائرة على الارض دائرة مرسوم جوها نجمة بلون أحمر كده لما وطيت هناك لقيت انه دم دم كان ناشف في الترابة على الارض بلعت الريق بالعافية و بصيت جنبه لقيت انه نفس الشال الاسود اللي كان على كتف الراجل اللي جال في حلمه ووقع نفس الرسالة كانت مكتوبة لكن المرة دي كان فيه حاجة جديدة في الرسالة كان مكتوب ثلاثة زائد واحد يساوي صفر وحروف نشبكة مع بعض وكلام واضح ارحلوا عن هنا بحق مقامنا مقامنا مرقضنا أول حاجة عملتها اني طلعت مبايلي وصورت كل ده وصورت الرسالة والرسمة اللي على الارض مسحت كل ده برجلي بعد كده ورجعت تاني للعنب المشد اللي شفتو نشف فيه اكتر ما هوني اشفتو لقيت العينة بكله تحرق والنر بدي ان تمسك في النباتات التانية اللي كانت موجودة طبعا جريت من المزرعة وجريت من الكلية كلها فطلت تدعي ان الرسالة ميكونش لها علاقة بالنور ولا المزرعة اللي تحرقت وروحت البيت مقدرش اقولك غير ان كنت ميت مش مرعوب الرجلي مكنتش شايلاني كنت خايف بشكل خلاني ما نمش في يوم من اليومين اللي مكنتش عارف انا فيهم كنت في الحمام وخرجت على قطي على طول قطي كانت مضلمة وحنا كنا بالليل حاولي ساعة اثنين ونص بالليل دخلت قطي وكنت رايح نحتستري لك ان خبطت في حاجة خبطت في حاجة كانت في نص القوضة مش عارف ايه دي كالان في حاجة متعلقة في السقف وخبطت فيها بدماغي ما كنتش عارف ايه ده راجعت كام خطوة بسرعة الورا وشدت موبايلي اللي كان موجود على جنب وشغلت الفلاش شفت واحدة بنت بققها كان مكتوم كأن في حد رابط على بققها حاجة حاجة مخليها بققها مش باين اصلا مبرقة بققها عيني هنازل منها دم والشقم تشوه ومضربة وكانت نازلة من السقف كأن الرجلها لازقة في السقف ومبرقة كانت سكدة المنظر اللي واحده كانت كافية القوي ان انا يغم علي مش عارف ميني مش عارف اش معنى جات لنا واش معنى كانت بالمنظر ده لكن كل اقدر اقوله لك ان كنت عايش رعب كابوس كابوس انت عمرك في حياتك ما تتخيل هو شكله عامل ازاي حياتك بتتشقلب وانت مش عارف اصلا هيا بتتشقلب ازاي وليه مجابة من الحد اليوم ده كلين انا بنروح في الكلية لان اليوم ده بيكون في محاضرات مهمة جدا ما يفعش تتفوت حتى لو انت مش بتحضر اصلا بس لازم على اقل بتحضر المحاضرات دي والمدرج فعلا بيكون مليان دخلت المدرج وكان فيه اكتر من شخص بيبصولي بشكل مريب كده مش كويس كأن ليه يد في الموضوع بتاع الحريق اللي حصلت او هم حاسين بكده دورت على احمد عشان اقضت جنبه والدارة من عيون الناس دي وعشان برضه مكنش الواحدي بصراحة كان قادل واحده كالعادة بس على غير العادة ان هو اللي ندالي وقال لي تعالي اقض معايا ودخلني جنبه كده وبدأ هو بالكلام قال لي انا شفتك بس معلش ما عرفتش سالم عليك انت عارف بقى ان كنتهايف مع ناس وكده كان ويش وبين عليه ان هو مخطوف او خايف من حاجة قلت له لا ولا يهمك مفيش مشكلة انا ماخدتش بالي عموما هو احنا نعمل في التقرير ايه قال لي الدكتور امبارح نازل بوستا على جروب بتاع الكلية بيقول ان هو يوم التلات لو المزرعة مبقتش كويسة هنعمل التقرير عن نتو وخلاص وغالبا كده هتبقى تمام فما قدمناش غير ان احنا نستنى قلت في دماغي الحمد لله ان الموضوع هاده على كده وان حط المزرعة مش هروحها تاني مش شوف الرسال دي تاني كنت مرتاح شوية وانا قاعد وحضرت المحضرة ومشيت لكن جيت اسأل احمد على حاجة معينة فاللي هو كان كاتبه قبل كده لقيت واقف مع اثنين زمايله وبنت كان بيتكلم معاهم لكن فجأة لقيت انه وشه قلب وبسرعة وقال لي بقولك انا هاجي معاك وفعلا انا روح معايا اليوم ده كان طريقنا واحد فمشينا مع بعض كان طوله طريقه بيتكلم وبينفعل على غير عدته بيتكلم عن حاجات زي واحدة خاطبته او كان يخطبها تقريبا ثابته او بنت بيحبها وهتخطب الواحد تاني بيتكلم عن حاجات زي كده انا مكنتش مركز معايا لان انا مكنتش نمت وبتحرك بالعافية ويادوب بس كل كنت بعمله اني باهز دماغي ان انا موافق في الكلام بس لك انت خير شخصا ما نمشي بقاله ثلاث ايام كويس في الظروف اللي انا فيها دي هيكون عامل ازاي ورا واحد المرة دي ممكن اقولك اني نمت نمت بعمق اوي لان الحلم اللي كنت بحلامه او اللي شبهه ده كان جالي تاني نفس الشخص المزرعة نفس الشال بس المرة دي كان بيخنوا واحد تاني شخص غريب ما عرفوش ممكن اكون شويته قبل كده لكن مش متأكد منه كان مسكه من رقابته بيرفعه الفوق نفس الراجل مسكه ورفعه الفوق وفضل متك على رقابته وبقوة ايده فصل دماغه عن جسمه فتت رقابته في ايديه والشخص ده دناغه واعت عالارضه قدامي وجسمه واقع كنت بحاول اساعد الولد ده بحاول اشده من ايد الراجل بحاول ابعيده انا كان مش قادر يا حد ما راجل ده بصلي بص في عنايه وهو بيخنقه اتسبت في مكاني كأنه شلني وبعد ما قتل الولد برب مني وقدي كلها دم وحطي ايده كلها على وشي اهووهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه ووسيت على كدة أعدت على السرير ومقاملتش تركير في الموضوع ؟ ولت النور قطع بصلت الخوط اشتغل من تاني تحت السرير ما عرفش ازاي ممكن اوصف لك الخطة او الرعب اللي كنت فيهم ساعتها ساعتها مش عرف ليه كان قلبي مقبوض وحس يعني في حد هيموت بسبب الحلم اللي شفته فتحت الفيسبوك بسرعة واللي قلت اني لازم اتابع الجروب يمكن الدكتور هيقول حاجة يمكن ننزل المزرعة او لا وده كمان لان احمد عندي في الفيسبوك بس ساكت دايما انو مش بتكلم معايا او ما عرفش بتكلم معايا غير في المحاضرات افو كلية عموما تابعت شوية كان فيه حد من نازل بوست بيتكلم فيه عن ان زي حصل جريمة قتل وبعدها المزرعة التحرق والمزرعة في الوقت ده كانت بتخص الدفعة بتاعتنا بس يعني لو حد عمل كده كده هيبقى مننا وحد رد عليه ان دوت ممكن يكون عمل حاجة بسواب الرسالة اللي لقوها جنب الرجل الميت وكلام من هنا وكلام من هناك وكله بيقول اللي عنده فكرت شوية في الموضوع فعلا من وجهة نظر اللي قال ان الموضوع مرتبط بالرسالة بس انا برضو دوري ايه في الرسالة دي وعد اليوم وفعلا على يوم الثلاث كانت دكتور نزل بوست بيقول فيه ان المزرعة تفتحت وانحنا ممكن ندخل عشان نكمل البحث بتاعنا ونزلنا يوم الاربع بعد السكشن بتاعنا المزرعة ساعتها ممكن شفيها غير خمسة ستة بس من دفعتنا وانا واحمد وكان واحد تاني من صحابنا ممكن انت عارفهم معرفة شخصية بس عارفهم بالشكل كده احمد كان عمالي غوط في المزرعة جوه وبيدور على اكبر كام من النباتات يقدر ياخدهم وصرحان كده وماشي شوية انا كنت بتحرك بس حس ان انا هشوف مصيبة المزرعة عادي بالنسبة لي بيتعملة زي مسرح الجريمة اللي دايما القاتل هيكون موجود او هيقرب من المكان كنت حس ان في حاجة بتحصل ساعدها وفعلا زي ما كنت متوقع بالزبط بس قبل ما احصل حاجة لقيت نفس النبتة الغريبة لقيتها وكان وعا منها صمرة تانية كان في حد جاء واضف منها تاني ماتبقاش غير اتنين صمرتين بس موجودين في النبتة دي عارف اللي غريب كان ايه الغريب ان كان نفس النبتات الموجودين في المزرعة اتحرقوا مش موجودين اش ميعنى النبتة دي اش ميعنى النبتة دي اللي فضلت موجودة مع ان النبتة دي قريبة جدا من المكان اللي النار مسكت فيه اللقطة تركيزي كان صوت حد وقع على الارض وروحت نحيتي الصوت بسرعة لقيت ان هو كان احمد اتزحلق في بركة مايس وغيرها كده ووقع على الارض ابتسمتله وقومت وقلتله يا عم خلي بقلك يا عم وانت بتتحرك قام بكل سبات من خير حتى ميدديني اي تعبير على وشه وقام مكمل بص يمين وشمال لكن ما عداش وقت طويل وسمعنا صوت حد بيصرخ من بعيد صوت ولد جريت انا واحمد نحيتي الصوت ولكام واحدة اللي كان موجودين كمان في المزرعة جريو ليه انا واحد صاحبنا كان معانا واقع على الارض ودماغه جنبه كان فيه باحد معاك ان واقع على الارض مبرق ساكت وقطت على الارض ما ساكت فيه قلتله هو حصل ايه هو حصل ايه بالزبط كل اللي جعل لسانه ان ان فيه نبتة لفت حوالين رقابة صاحبه دوت وفضلت تخنق فيه حدا مفصلت دماغه عن جسمه الولد ده الولد ده شكله نفس الولد اللي شفته في الحلم انا متأكد هو نفس الولد هو نفس الشعر ونفس اللبس شكله هو نفس الولد الولد ده كان من صحابه احمد احمد ساعته لقيته كده وقع على الارض ودرى وشه معرفش كان بعيط ولا ايه بس كان ساكت ما شمعتش منه صوت وخرج من اليوم ده ودينة قلبت في المزرعة كلها سامير تقريبا صاحبنا اللي مادة كان اسمه سامير ده اللي عرفته من احمد بعد كده لقوه جنب جسمه رسالة وده اللي عرفته بالليل لما فتحت جروب الدفعة ورسالة كان فيها نفس الكلام اللي كان مكتوب واحد زائد ثلاثة يساوي صفر وحروف متشبكة مع بعض كتير ارحله من هنا ارحله من هنا سانعود سانعود كلام من المنظر ده الموضوع مبقش مش مشكلتي الوحد زي ملتلك في البداية مش مشكلتي الوحدي ولا مشكلة احمد ولا مشكلة صحابنا الموضوع بقى بقى مشكلة عامة في ناس بتموت عندنا في المزرعة بشكل غريب يومي ولد ده ما مات وانا مروح مع احمد احمد كان ماشي وبص في الارض مش بيتكلم كنت حسس ان هو زعلان فحطيت ايدي على كاتفه تبطبت عليه قلت له ما تزعلش ما تزعلش يعني انا عارف ان هو كان صاحبك مش كده شفت وقف معاك قبل كده كان هو وبنت او هو واحد تاني وبنت لقيت ورفع ايدي من على كاتفه وقال لي زعلان زعلان اي عم هو زعمير كان مؤذي انا معاك بس مش تدركت ان هو يموت بالمنظر ده قلت له بص من ساعة ما التقرير ده بدأ من ساعة كل اللي حصل ده وانا مش شاف ان فيه اي حاجة منطقية بس هنعمل ايه وراوحت ساعتها وحصل اللي حصل لحد ما فتحت الجروب والترك اللي قريته الجروب كان كله حزن رعب خوف من النزول للمزرعة تاني وكله بتكلم عن نفس الموضوع قفلت الفيس ونزلت اصلي في الجامع كانت صلاة العشة تقريبا وبعد الصلاة قابلت الشيخ اللي كان بيحفزني زمان قبل ما وديت تموت وحكيت له كل اللي حصل كل اللي حصل من بداية صحبنا اللي بيموتوا لحد الوقت دخل جابلي شوية مية كده وقرع عليهم وما صح لوش بيهم وقال يخد الباقي ورشوا على الأرض المزرعة دي لو ما حصلش حاجة أو لسه المكان بيحصل في حاجات ساعتها ربنا يا سهل بس اللي بيحصل معاك ده مش طبيعي اللي بيحصل معاك ده غريب أو اللي بيحصل معاك وكلكم اللي انتو فيه مش سهل اللي انتو فيه مش سهل اللي انتو كمان فيه مش سهل حاسس بحاجة غريبة منك ايه مش عارف بس كيان فيه حد وقف بره مستنيك كيان فيه حد ما دخلش معاك هنا عشان عارف ان هو مينفعش يدخل هنا مش عارف مش عارف انت بيحصل لك ايه بالزبط بس يا ابني حاجة صغيرة مني ليك خلي بالك على نفسك حاول تقرب شوية من ربنا يعني انا حس انك بعيد قوي عنه قلت له ازاي بالعكس انا 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 بصلي وعلى طول موظب على الصلو وقال لي لا 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 انا بتكلم عن حاجة تانية خالص ربنا يتو فيه دانا كلنا وسبت ومشيت بعدها اللي اللي ديها بفميت انا مسحتش على خط يا ريت يا ريت سحت على خط انا كنت نايم فتحت انايا بالراحة لقيت واحد واقف في قطي كان فيه نور خفيف جاي من برا كان موريني جزء صغير من القوضة بتاعتي كان ايه اللي واقف؟ شخص واقف بس مش واقف على رجلي الاتنين واقف على الاربع اطراف واقف زي الحيوانات على الارض جنب سريري وبايده بيحاول يمدها نحيتي عشان يصحيني لكن كل من مدها نحيتي فيه حاجة بتخليه رجع تاني كأنه بيتلسع او كأن كأن حد بيشد ايده بيقرب ايده من وشي وبيسحبها تاني لورا انا مش شايف حاجة غير جسم اسود بصوت نفسه بيتحرك بيتحرك بحركات سبتة كأنه حيوان فعلا بيمشي فضل يتحرك بالصورة دي لحد ما خرج برا القوضة خالص انا باقي الليلة دي ما نمتش انا تقريبا شفت انا انا تقريبا شفت عفريت عندي في القوضة او جن انا مش عارف انا شفت ايه رحت تاني يوم الكلية ونزلت المزرعة ورشت المياه اللي كانت معايا كلها وسمعت كلام الشيخ بالحرف استنيت ايه حاجة تحصل من اللي بشوفها في الافلام او احس ان فيه ايه تغير لكن مليتش ايه حاجة خالص وانا ماشي بسيط بص على النبتة لقيت ان ماتبقاش منها غير سمارة واحدة بس سمارة كان شكلها غريب قوي كانت صغيرة بتختفي من اربع سمار لوحدة بس اللي اكتشفت ان كل سمارة بتختفي فيه شخص بيموت يعني المرة دي المرة دي كمان فيه حد هيموت مين مش عارف بس كنت خايف النبتة شكلها فزدة اصلا مش عارف مش عارف بتعمل ايه هنا بس الغريب ان اليوم ده محصلش حاجة محضرتش محضراتي ولا ساكاشني وكانت مدفع كلها مشغولة بالمحضرات فاخدت رحتي اوي في كلية اعتت ماشى وتبعت شوية نبتات وروحت كنا ساعتها على العصر لما دخلت البيت كنت ناس الموبايل بتاعي في البيت فاخوية قال لي ان زميل يتصلوا بيا وعزموني على فرح ولاء ولاء وعاطف زميلنا في الجامعة انا معرفش مين ولاء ومعرفش مين عاطف لان انا معرفش حد تقريبا في الجامعة لسا فاستغربت شوية ازاي واحد صاحبهم لسا ميت من كام يوم ودول عايزين يعملوا فرحهم مهتمتش ومركستش في الموضوع لكن دخلت قطي وفتحت الفيسبوك بركتلهم من ضمن الحفلة اللي كانت نعمل لهم على الجروب طبعا ولا حست ان احمد مش موجود لاحست ان احمد برا الجروب اصلا مش موجود خرج استغربت جدا ساعتها ونمت ما سمعت شوط الخبط ولا جالي حتى الراجل ولا في حد دخل قطي ولا اي حاجة حصلت يوميها واليوم ده كان يوم جمع فصحيت على صلاة الجمع وانا زادت صليت ورجعت تاني كملت النوم لان مكنتش قادر قالوا ان الامتحانات الاسبوع الجاي بس مهتمتش قوي لان كده كده مش هذكري غير قبلها بيوم يومين زي اي طالب مصري وحلمت حلم غريب غريب زي الحلم الاولان اللي كان بيراودني كنا بالليل في المزرعة صوت صريخ جاي من اخر المزرعة لبنت ما كنتش عارف صوت مين في الاول جريت عليه كان كانت كانت ولاء ولاء تريبا ان المفروض فرحها هيكون كمان يومين او كمان فترة النفس الرجل الضخم اللي لابس عبايا سودا وقرع مسك ولاء وهي مش قادرة تتحرك او تدفع عن نفسها كل اللي كانت بتعمله انها كانت بتعايت وبتسرخ مسكها ربط بقها وكتف اديها وطلع من جيبه سكينة حط السكينة في عنيها تصف عنيها اللي اتنين بسكينة بدأ يمسكه الشاوي هيبيده في الارض والشاها كله بقى يجيب في دم وجسمها من تمرمخ بالتراب وماتت وماتت ودماغها تقريبا اتفجرت من كتر الدرب اللي كان في الارض وصلي وحط السكينة في جيبه لكن المرة دي بدأ يسقف بعيده مش بيسقف بسرعة بيسقف ببط وصوت تسقفه عامل زي 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 الخشب اللي بيخبط في بعضه وفضل موضوع يتكرر 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 لحد ما صحيت من النوم على صوت الخبط اللي كان تحت السريب بتاعي وكأن الصوت تتحول المرضي قمت نطيت من على السرير لان انا كنت لبس برضو هدوم الخروج وجسمي كان برضو في تراب وكان على هدومي بقعد دم ما عرفش جات منين بس في الحلم الغريب ده في دم ترتش من عينها على هدومي قلعت الهدوم دي بسرعة طبعا ورامتها في الدلاب وتأكدت كويس قوي ان يقفل الدلاب ساعتها كان صوت المغرب قال انا المغرب من الجامعة القريب مننا ما تمتش المرضي اللي نخبطه ونزلت اسأل الشيخ على اللي حصل والاحلام دي وسألته قلت له اعمل ايه فقال لي احاول اعرف هو عايزي خاصة انه مش عاوز يمشي ولا عاوز يتحرك وبيوريني انا الحاجات دي قال لي اطلب منه انه ينصرف وروحت البيت اليوم ده انا مكنت شايف قدامي حالة رعبة فضيعة بس اني اعرف خبر البنت اللي هتموت دي كتب ترسله فيها عاوز مني ايه انت مين انصرف حطت الورقة على جنبه ونمت وما كملت عشر بقيق كان في صوت خبط لكن الخبط المرادي مكانش تحت سريري مكانش على الباب مكان في القضة كلها كيان فيه ناس بترزع على الحيطان بتاعت القضة كلها اول حاجات في بالي هي الرسالة قمت بسرعة جريت بصت عليها بمجرد ما فتحت الورقة في ايديا كل حاجة سكتت الصوت هدى لقيت مكتوب في النفس الورقة انا كنت كتبها واحد زايد اثنين يساوي سفر واحد زايد واحد يساوي سفر مش هنصرف كميتين كان مكتبين تحت بعض بالنفس الطريقة انا كتبت بها الرسالة الاولانية و المشهد تحول كالقاتي قاعد على سريري وجسمي كله كتلة واحدة بس مش قادر اتحرك و مش عايز احرك حاجة في جسمي و مش عايز اتحرك حاجة في جسمي و مش عايز القرآن بسط عليه قوي و مستني مستني ايه مش عارف بس مستني مستني الي هيحصل مستني الكارسى تاني يوم يوم السبت كانش عندي محضرات زي ما قلت قبل كدا مثل لما روحت كنت عارف اللي هيحصل اتأكد ان اللي ان شفت ده هيحصل فعلا ولا لأ و فعلا دفع كلها متجمع على باب المزرعة عاطف وقع على الارض بيعيط و صوت عيط وجاب كلها كلها كله كان بيداري وشه و اللي كان بيقول لي ما تدخلش و اللي كان بيقول لي ما ينفعش تدخل و اللي كان بيقول لي لو قلبك مش جامل ما تدخلش كل ده من عايز اعرف في ايه عشان ادخل جوه قلق ولا بنفس المنظر اللي شفتها فيه يعنيها بتجف دم متصفية بقها مكتوم و دمغة كلها دم ومطربة ومتبهدلة ومجمتها متدخدغة من كتر الخط كان كان فيه حد مسك دماغها وبيهبتها في الارض بالظبط بالظبط زي اللي شفت في الحلم خرجت من المزرعة ساعتها و كنت بكلم عاطف كده بقوله ربنا يصبرك ربنا معاك و مش عايز حد يركزي معايا او ياخد بالو مني انا كنت خايف زي الباقي بالظبط الشكل جوه كان وحش منظرة كان يخوف و حاول تابد عنها زي الباقي برضو بس لم كانش زي الباقي ان لما خرجت من المزرعة لقيت نفس الرجل اللقرع واقف بعيد نفس الطقية الغريبة بيحاولي دار يوشه و بيتحرق اول ما شفني خرج يتود لف و ماشى كأنه بيتأكد من حاجة المرادة مسبتهوش المرادة فضلت امشي وراه قلتنا لازم اعرف مين ده حتى لو منجرد رجل غريب اللي بيجي عندنا ميجيش عندنا لا ميجيش يعمل حاجة هو ممكن يكون البوليس و ممكن يكون بيشوك فيه و في مليون فكرة جات في دماغي وقتها من الرعب اللي انا كنت فيه اضطرتني ان اقامشي وراه فضلت ماشي وراه لكن الراجل ده مش بيمشي زينا يعني احنا ممكن نكون و احنا بنمشي بناخد بالنا من الطريق بنبص يمين بنبص شمال ممكن نبص وراهنا لو حسين ان في حاجة مش طبعية لكن الراجل ده ماشي في خطوات سابتة جدا و راح نحيط عمارة قريبة من المكان الكلية دخلها وقفل باب العمارة كانت عمارة من العمارة القديمة روحت و انا وانظر البيت مش عايزي تشال من دماغي احمد اتصل بي اليوم ده و و عاطف كمان اتصل بي عاطف جاب رقمي من احمد وتكلم معي اتعرف ان انا من الناس اللي بينزلوا الكلية و انا معنديش محضرات او سكاشن في بدقة الشبهات تكون نحيتي لان انا بأزل عيال دي او ان انا بعمل حاجة فيهم لحد دلوقتي ان كانش فيه بس دليل دي كانت الحاجة الوحيدة اللي منعهم ان هم يقتلوني طبعا مقدرتش اقول لحد علي شفته و قلت ان نفس الكلام اللي الباقي كان بيقوله وقفلت السكة و ما نزلتش الكلية لتلت ايام تلت ايام كان انا وضع فيهم مستقر نوعا ما عندي في البيت و ما عرفش الكلية كان بيحصل فيها ايه لان انا كنت اقفل النت و مش عايز اكلم حد ولا عايز اتعمل محد من الكلية ولا عايز اعرف اخبارها او اخبار حد كنت اقاطع نفسي عن كل ده ما كنتش عارف بصراحة اسمع خبر مين تاني بس كانت على بالي سورة البنت اللي ماتل دي انا انا معرفش ايه اللي ممكن نفتج بالبشر بالمنظر ده واحد دماغه تتفصل عن جسمه واحد يموت مصطوب حتى الحارسة مهلوش زنب في اي حاجة مش فهم مش فهم ايه اللي كان بيحصل ده و كان بيحصل ليه و لو النبتة ديت لها يد في الموضوع او او لها سلة دلوقتي المفروض ما تبقاش غير عن قود او سامرة واحدة يا ترى السامرة واحدية هتكون مين انا طب انا عملت ايه عليهم الاربع كده ليه تحمد اتصل بيه قال لي ان بسبب الحالات اللي كانت بتموت في الكلية لفترة اللي فادت لازم نروحوا الكلية عشان نجمع فلوس لكل الولاد اللي موتوا دول و نعمل لهم حاجة على روحهم او حاجة نفرح بها اهلهم يعني احنا كمان داعينا اهلهم عند نوم الجمعة و فسألني انا فين بقى لي ثلاثة ايام و ما اردش على حد بس اردت عليه بردود كده مش واضحة و غريبة عشان ما يشوكش في حاجة مكانش عندي اي طاقة بعد كل دوت غريب نحكيلك احكي الشخصية خيالية ممكن تسمعني وتقولش المجنون شخصينا اللي مقلفها باتكلم معها بقى لي سنين انت بفهم انت مكنش في غيرك المهم جاي موت جمعة اليوم دا كان صعبة جدا عشان كل اهالي زميلنا جموا و اقضوا يعياتوا و يتكلموا عليهم اليوم دا المزارعة شمعت فيه و اتمنع دخولها لاي حد و كل الطلاب اتمنع دخولهم يعني حتى لو في حاجة حصلت جوا انا مش هعرف هدخل اشوفها ولا هعرف اعمل اي حاجة و خلس يوم الجمعة دا و رحت يوم الحد كلية و قابلت احمد احمد يوم الحد دا كان مش طبيعي او ممكن اقولك بقى طبيعي رجع تاني على طبيعته بيتحك كده و بيهزر و وصق بالنفسه دايما كان الموضوع غريب قوي شكت ان احمد يكون ليه الدفل اللي بيحصل رحت اكلمته كان يوميا ماشي الواحده لما تقابلنا يوم الحد اصريت ان احنا نرعد مع بعضينا و نتكلم في مكان هادي عشان نعرف نتكلم كويس و ساعدة سألته قلت له انت تعرف بقى مين اللي قتلهم كلهم العيال دي مماتتش صدفة بنوشه و انت عبيره كده وهو بيتكلم عرفت ان هالي علاقة قال لي انت كويس انت كويس قوي بس الاسف بقى لك فترة بتشم عقار بس الاسف انت بقى لك فترة بتشم عقار في هالوسة و قريب جدا نفس العقار ده هيقتلك لان زيادة منه بتقتل العقار ده انا حب اقولك ان كنت بحطه لك في العنب اللي كنت بتدقق فيه قوي وبتركز فيه و حب اقولك كمان انهم بكل بساطة يستهلوا يستهلوا انهم عملوا كده فيها انا كنت بحبها انا كنت بحبها لغاية ما جا سامير ده وقع بنا و عشان كده عشان كده قتلتها و قتلته و امكن اقولك بموت ولاق فعاطف كمان مات عاطف هيفضل يتعذب كل يوم بسببها هيفتكرها في كل حاجة بيعملها نفس اللي كان بيحصل لي بعد ده ما مشيت و سابتني بسبب سامير بقيت اشوفها في كل حاجة بعملها و بيتتعذب و بموت و انا حي خليهم خليهم يدوقوا من نفس الكاس قلت له طب والحارس الحارس زنبه ايه الحارس زنبه ايه ان هو يدخل في كل ده قال لي الحارس اه نسيت اقولك الحارس كان هو اللي بيضبط المزرعة عشان محدش يدخلها غير الهانم و اللي كانت بتحبه بياخد قرشين في ايديه و ميدخلش حد غيرهم كان المزرعة بتاعت ابوه مثلا يستاهل هو كمان يستاهل اللي حصل له قمت وقفت و مسكت من رقابته قلت له يستاهله يستاهله انت 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 قتلت ثلاثة انت قتلت ثلاثة الطرق بشعة و كي تقول يستاهله عارف عارف مين الوحيد اللي لازم يموت قال لي اه انت انت لازم تموت انت كده كده ميت هو موضوع بس بالنسبة لك مستاهلت وقت مش اكتر مسكت من رقابته و قلت له انا اللي هقتلك انا اللي هخلص عليك انت انت دمرت حياتي طب لو انت اللي بتقتل مين الراجل اللقرع اللي بيجي كل شوية ده فضل بسيطلي في عناي قوي كده و قال لي الراجل اللقرع مسعود مسعود ايه اللي جابه هنا قلت له مسعود مين بقى مسعود ده قال لي مسعود اه ده اللي كان بيساعدني ليه هو انت فاكر ان انا هروح و امسك واحد واحد و قلت له المنظر ده انت تجننت ولا ايه مش انا طبعا اللي كنت بعمل الكلام ده قلت له اه مسعود بتاعك بقى هو اللي كان بيعمل الكلام ده قال لي لا ولا مسعود طبعا قلتلهم ملمين قال لي ما عرفش قلتلهم تعرفش يعني ايه قال لي ما عرفش أنا ما عرفش أنا ما عرفش مسعود كان بيعمل كده ازاي أنا كنت بديله فلوس وهو بيتصرف أنا ما عرفش وبيقتل الناس دي ازاي بصراحة لو عايز تعرف رح اسأله هو بقى قلتل رح اسأله هو أنا هاتلك انت في ايدي كوني عاديم في مكان هادي ومفي جوش حد مساك تحمد وفضلت اضربه دماغه بإيديه وهو بيحاولي قاوم لحد ما وقعته على الأرض ومساك تدماغه فضلت عبدها في الأرض بكل عزمي احمد دماغه بدأت تجيب في دم وبيحاولي قاومني بيقول لي يا مجنون هتقتلني هتقتلني أنا مكنتش حس بحاجة كانت جوايا قوة ورهيب مخلياني قدر أقتله وفعلا فضلت تهبت دماغه على الأرض لحد ما دماغه بدأت تجيب في دم وبدأ يغمع عليه كده وعينه تقفل مسكت لقابته وكسرتها في إيديه كنا في مكان قريب من الكلية معرفش زي ما حدش أخد باله مني أنا فقت من اللي أنا بعمله بعد ما لقيته مات قدامي بعد ما لقيت أحمد بقى جثة قدامي قمت وقفت على الأرض وفضلت تفسس في إيديه اللي كان فيها دم وأنا مش مصدق أني عملت حاجة زي كده وكان شفها أني روح البيت وكان شفها أني نرجع الكلية تاني أول مكان جريت عليها هو بيت مسعود ده الراجل ده أنا مشيت ورايه ميها وشفت بيته قلت أني أنا لازم روح البيت ده وفعلا كنت بجري في الشارع وبحاول أدري إقضائي عشان ما حدش يشوفها ويفتكرني عامل مصيبة ووصلت عند بيته لقيت باب العمارة بتاعته مفتوحة دخلتها الجري بس مش كده أنا مش عارفهم في الدور الكام وأني شقة لقيت في حد طلع من على السلم بيناديني قللي وحيد تعال عايزك بصيت فوق لقيته هو طلعت مطرح مناد علي ولقيت إن يبشى قيته مفتوح ودخلت جوة قاعد كان قاعد بكل هجوب ودلوقتي أنا فهمت من الراجل ده ده نفس الراجل اللي كان بيجيل في الأحلام نفس الراجل اللقرع اللي كان بيقتلهم وأنا تقريبا كنت بساعده ده نفس الشخص نفس الشخص بتاع الأحلام هو نفس الشخص اللي كان بيجي يقف بره قدام الكلية عرفت كده لما الشمس كانت دربة في وشه عنده في الشقة وكان شكل واضح ما كانش اللي بيستقية ولا شكله كان متداري قلت له أنت قال لي أنا لبزهر لك في الأحلام لا مش أنا لبزهر لك في الأحلام اشرب طيب كوباية الشال وقدامك دي ما تخافش ما فيهاش حاجة وهو عندك جنبك اهي عندك فوتوصفة يرى ممكن تمسح فيها ديك اللي فيها دم دي ده دم مين أحمد دم أحمد مش كده أنا عارف أنت هتقتله في الأخر قلت له قلت له أن اللي بيعمله ده هيوصله في الأخر خالص لموته بس هو اللي كان مصمم أنه هو يموت أنا عملت اللي عليا وخلاص قلت له أنت مين بالزبط أنت تعمل كده ليه وعرفت كل الحاجة دي وعرفت اسمي منين قال لي أنا عرف اسمك وعرف كل اللي حصل وعرف أحمد أحمد هو اللي جالي أحمد هو اللي جالي من فترة صغيرة لما بدأ يحس أنه هو بيخسر ولاق دي اللي كان بيحبها وعندما خسرها لأ أنه هو عايز يرجع لها تاني وجالي علشان أرجع هاله تاني بصفتي واحد بيقرف يسخر الجن ولما بدأ يحس أن أولاء دي هتروح تحب واحد تاني أو بتقرب من واحد تاني جالي علشان أقتلهم بصراحة كان جالي يوميها وهو حلته صعبة جدا عمال يزعق ويتخانق معايا وبيقولي أنا لازم أخلص منهم أنا عايز أخلص منها ومن اللي مشي معاه ده دي بتحبه تقريبا وهتتجوزه كمان ما كان شف إيدي غير أن أنا خلص عليه الموضوع كان صعب طبعا لحد ما لقيت المفتاح اللي وصلني أن أنا أعمل كل ده أنت أنت المفتاح في تواصل غريب بينك وبين نوع من أنواع الشياطين شيطان معين وشيطان قويته مش سهلة كنت في الأول مش عارف أنا بتعامل مع مين أو إيه لكن بعد كده عرفت أنا بتعامل مع إيه بتعامل مع الشيطان ممكن أن يعمل أي حاجة في الدنيا كلها في صلة بينك وبينه مش عارف هاي بس اللي عرفته أن انت بتتكلم كتير قوي بتتكلم كتير قوي مع الشيطان الشيطان اسمه بفومت وبعدها الموضوع بقى سهل بدل ما حاول أسخره أو أعذبه عشان يطواني ويسمع كلامي قدرت أعمل معاه صفقة صفقة أنه ينفذ كل اللي أنا عايزه مقابل أنه ياخد اللي هو عايزه واللي كان عايزه هو الشخص الوحيد اللي بيتواصل معاه وبتكلم معاه كتير واللي بيعتبره شخص بيقعد معاه كل يوم يتكلم معاه انت كان طالبك انت وانت كنت عامل زي قطعة الشاطرانج في إيه كنت بحركك زي ما أنا عايز وفعلا ساعدتني في قتل سمير بولاء وانت قتلت أحمد نفسك والحارس انت اللي كنت بتساعدني في ان انت بتقتل الناس دي بوعيك بقى ومن غير وعيك انت اللي ساعدتني والدم بتاع الناس دي كلها في إيديك انت كانت فيه نبتة قبل كده زي رعدها جوه في المزرعة بتاع ايد كدية وقدرت أدخل جوه ومحدش شافني نبتة كانت بترمز له وكانت كل فرع من فروع النبتة دي بيقع بيموت معاه شخص بس انت مسألت لش نفسك لو كل فرع من فروع النبتة دي بيقع وفي شخص بيموت طب النبتة دي نفسها بتمثل مين بتمثلك انت وبما ان المزرعة بتاعتكم اتشمعت فانت متعرفش اللي بيحصل الجوه بس انا قدر أقولك اللي بيحصل جوه ان النابتة دي نفسها ماتت انت حيا انا عارف بس انت من هنا ورايح جسمك مش هتكون ليك ولا عقلك حياتك حياتك مش هتكون ليك وطلعت انت انت يا بفومت السبب كل اللي انا فيه طب انا قزيتك في ايه يعني يعني ممكن فعلا لو انسان بيتكلم كل يوم مع شطان ومعتبره شخص عايش معاه قاعد معاه هل ممكن الشطان ده فعلا يكون سامعنا هل ممكن الشطان ده فعلا يكون قاعد معانا هل ممكن يكون سامعني وانا بتكلم دلوقتي شايفني ما انا بكتب قاعد معاك وانت بتقرأ او بتسمع قاعد معاك وانت بتقرأ او بتسمع السؤال من كل ده ممكن حد من الشياطين يتعامل معانا في حياتنا واحنا مش حاسين قبل كده لما كنت بكتبلك اي حاجة او بحكيلك عن اي حاجة كنت بتكلم وانا مفيش حاجة في دماغي كنت عايزة احكي وخلاص ملقيتش غير شخصية ممكن تكون حقيقية شيطان شيطان قريت اسمه عن نت وخلاص مكنتش عارف انك ممكن تكون السبب في ان حياتي تتدمر بالمنظر ده ساعتها انت اكيد كنت شايفة ايه اللي حصل معايا لما سبت الراجل ونزلت وجيت هنا بدأت اكتب كل حاجة حصلت معايا والنتيجة انك كنت السبب في كل حاجة انا بلغت البوليس علي ان انا نقتلت كل الناس دي بس عارف البوليس لما يجي هيلاقيني ميت كلها سواني السواني بسيطة قوي وهجيلك هجيلك بنفسي عشان انا خلاص حياتي مش هتعرف ترجع زي ما كانت حياتي عمرها ما هترجع زي ما كانت انا بيت تحت ايدك بيت تحت طوعك بيت تحت طوع الشطان سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة